رأى الجياع أشبعهم رأى الأعمى فرد له البصر رأى الأبرص الناس بتهرب من الأبرص تقدم ولمس الأبرص فطهر من برصه تعرفوا أحبائي كان الأمر أمام المجتمع أمام الناس ورد له اعتباره أمام الناس لأن الناس بتبغض الأبرص وبترجم الأبرص بتتكلم ضد الأبرص في أحد الأيام كان ماشي في جم قرية اسم هنائين رأى أرملة تبكي مصدر رزقها فلذت كبدها ابنها الوحيد مات فالرب يسوع أقام هذا الميد كذلك ابنة رئيس المجمع لم يخذل إنسانا لم يعني يرد أي إنسان ألم يقل الكتاب نظر إليه ووجوههم لم تخجل كل الناس ممكن يصيبك منها خذلان وممكن يكون عندك توقعات وسرعان ما هذه التوقعات تبوء بالفشل الكامل في كل معاملاته سواء مع المرضى سواء مع الاحتياج سواء في عمل الخير سواء في تطهير الأبرص في إخراج الشياطين في إشباع الآلاف في اهتمام في احتياجات الناس الجسدية والنفسية والروحية دايما معاملاته لطيفة كل من يريد أن يقترب إلى يسوع المسيح لابد أن يشعر بدفئ محبته وحنانه يمكن أن ذكرت هذه القصة مرة لكن لا أنسى في أحد المرات أخت من الجزائر صرخت في المطار ونادت عليه هي بتشتغل في السيكوريتي وبعدين يعني قالت لي لما أنت بتكلمني عن يسوع المسيح ولما بتكلمني عن دفئ محبة المسيح أنا غصب عني بدي أحبه وبيدي أآمن فيه لكن للأسف اليوم في مقاومة شرسة في الغرب ضد يسوع المسيح للأسف الشديد في مقاومة عنيفة وشرسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد هوية وشخصية يسوع المسيح علي hepatitis اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة